درسينا بعنوان المجال الكهربائي المستحث قانون فرديكا بينص على أن التدفق المغناطيسي المتغير ينتج فرق جهد مستحث هذا فرق الجهد هذا المستحث يمكن أن يؤدي إلى توليد تيار مستحث فبعايزك تبص معايا في الرسمة دي لو عندي هذه حلقة موجودة في مجال مغناطيسي وهذا المجال المغناطيسي زاد التدفق داخل الحلقة زاد أكيد تتذكر هيتولى التيار مستحث يكون مجاله يعاكس المجال الأصل يعني هيبقى عندي المجال المستحث هيبقى عبارة عن نقطة نقطة يعني إيه؟ نقطة يعني للخارج طيب لما خط الإبهام للخارج بتعيده لي من هلاي بيت الأصابع هتشير لعكس عقارب الساعة يعني هذا هو التيار المستحث اللي هيتحرك في هذه الحلقة طب ما احنا عارفين التيار دا عبارة عن إيه أصلا؟ التيار دا عبارة عن شحنات متحركة يعني كأن الشحنات الموجب بتتحرك في هذا الاتجاه والشحنات الموجب بتتحرك بسبب مين؟ بسبب المجال الكهرابي يعني معنى كده إن تولد التيار المستحث وفرق الجهد المستحث عمل لمجال كهربائي مستحث يبقى التغير في التدفق يطلع كام يا أولاد يطلع تيار مستحث يطلع فرق جهد مستحث يطلع مجال مغناطيسي مستحث ويطلع لنا كمان مجال كهربائي مستحث بس التيار لازم يكون فيه موصل وفرق الجهد لازم يكون فيه موصل المجال الكهربائي المستحث ممكن أن ينشأ في الفراغ من غير موصل يعني لو عندي مجال مغناطيسي بيزيد ويقل أوتوماتيك بيتكون بسببه مجال كهربائي على شكل دوائر عمودية على مين يا أولاد؟ عمودية على المجال المغناطيسي المتغير يبقى كده خلاص عرفنا الكلام ده طيب بص في الموصل اللي هو ده اللي بقى فيه تيار مستحث وفيه مجال كهربائي مستحث لو أنا حطيت شحنة الشحنة الموجبة هذي اللي باللون السود اللي أنا أحطها دي شحنة الاختبار دي هتتحرك؟ أيوة هتتحرك هتتحرك على طول هذا المسار؟ أيوة قل المسار ده ليمثل محيط الدائرة هيبقى فيه شغل مبذول ولا ما فيه شغل مبذول؟ هيبقى فيه شغل مبذول؟ تعال نكتب الكلمة تندول بطريقة منظمة يبقى الشغل المبذول على شحنة تتحرك على طول المسار الدائري لمجال الكهربائي الناتج؟ الناتج عن مين؟ الناتج عن تغير المجال المغناطيسي يساوي هو مين اللي يساوي؟ احنا بنكلم على الشغل اللي بيبذل على شحنة بتتحرك في حركة دائرية في نفس اتجاه المسار بتاع المجال الكهربائي المستحث الشغل ده هيساوي يا أولاد يساوي تكامل على مسار مغلق للقوة المؤثرة بالنسبة للمسار اللي اسمه دي اس يعني الشغل هيساوي تكامل على مسار مغلق القوة بسبب المجال الكهربائي بتساوي كيو في اي وعندنا الدي اس ال اي اللي هو المجال الكهربائي الدي اس اللي يمثل محيط الدائرة يعني معنا كده هذا المقدار هيتفكي الى ايه ده الشغل المبذول بسبب المجال الكهربائي المستحث يبقى الشغل هيساوي تكامل كيو اي دي اس هيتفكي الى كيو في اي مضروبة في اتنين باي ار مين تو باي ار اللي هي محيط المسار الدائري او محيط الدائرة وكنا درسنا قبل كده سابقا ان الشغل المبذول بوسط مجال الكهربائي يساوي درست قبل كده ان الشغل بيساوي كيو في دلتا في طبعا هيبقى الا الكيو دلتا في هتساوي CPU في اي في اتنين باي ار نساويهم ببعض по كيو في الدلتا في هتساوي في ايه في باي ار ايه نقدر نختصرها مع الكيو الدلتا في في الحالة دي هي مين هي دلتا في انديوزد يبقى كده عرفنا تاني قانون لدلتا في انديوز دي بتساوي المجال الكهربائي المستحف مضروف في محيط الدايرة اللي بيتكون حولها المجال الكهربائي. يعني فرق الجهد المستحف هيساوي اي في اتنين باي ار. ممكن ارجحها الاصلها يعني يساوي تكامل على مسار مغلق اي في الدي اس. طب ما احنا كلنا عارفين ان فرق الجهد المستحف اللي هو كان دلتا في انديوز دي تبقى لقانون فردي. سالب دي فاي على الدي تي. وهنا دلتا في انديوز دي بتساوي تكامل اي دي اس. نساوي الطرفين ببعض. يبقى التكامل على مسار مغلق اي دي اس. يساوي سالب دي فاي بالنسبة للزمن تي. خلي بالك احنا كده كأننا بنقول ان التغير في التدفق بينتج مجالا كهربائيا والمجال الكهربائي بينتج مجالا مغناطيسيا وفي واحدة بالكامل هتدرسها ان شاء الله في هذا الترم. يبقى كده التدفق المغناطيسي المتغير يستحث مجالا كهربائيا. وقلت ان المجال الكهربائي اللي طالع مش شرط ان يكون عندي موصل عشان يتكون فيه. ده ممكن يتكون في الهوى في الفراغ. تدفقنا يا شباب? يعني يمكن تطبيق هذه المعادلة حتى في ايه? لو لم يوجد موصل في المسار. يعني كأنه عايز يقول بالبلد ان المجال المغناطيسي المتغير يكون مجال كهربائي في الهوى. مش شرط يكون عندي موصل ويكون عندي فرق جهده مستحث وتيار مستحث. وهكذا. وبكده احنا صندنا نهاية الدرس بتاعنا رقم خمسة. استنونا ان شاء الله في باء الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.